مرحبا حلقة جديدة من مبتقطع رح نحكي فيها عن مسلسلة رمضان آخر تصريحات النجوم وكل الأخبار الفنية اللي فعلا فينا نقول عنها مبتقطع وبالعنوين مسلسلة التعري والحذف مستمرة لغز سميرة سعيد بيكشفه طليقة ورامز جلال مقلب بلقلب وضيفنا بها الحلقة الصحافة الزميل عادل سمية اللي رح نكون معه بجولة على أبرز الأعمال الدرامية بالشهر الفضيل ونشوف مين قدم أداء جيد ومين كان أداءه فعلا ما بيقطع حملات المقاطعة والاعتراضات مستمرة بمواكبة المسلسلات اللي عم تنعرض بشهر رمضان وإخرة مطالبات بوقف عرض مسلسل من شارع الهرم إلى بسبب مشهد وصف بالصادم وبالخادش للحيئة الممثلة ليلى عبد الله يلي شفناها بلقطع عم تتخلى عن تيبة قبل ما تاخد وزنها عم بتجسد شخصية بتعيني من البوليميا أو الشرح المرضي العصبي الأصوات المعترضة على هالمشهد يلي بيّن فيه يمكن كتف الممثلة أو حتى إصبع إجراء وصلت وتم حزف المشهد بالكامل وإعادة تحميل الحلقة بس شو حلو؟ لو بالحياة فينا هيك نحزف الإشياء البشعب بكبسة زر مثل بالمسلسلات ولكن للأسف اضطرابات الأكل واقع بعاني منه أكتر من سبعين مليون شخص بالعالم ومعظمهم من المراهقين وهي بتسبب مشاكل صحية ونفسية كتير وحتى ممكن تؤدي للموت بس نحنا بنموت بالدراما عشرة تحترم حالة وما تعرق المواضيع الآسية لأنه حيقنا كتير رقيق ما بتهزوا مأساة الناس بالحياة بس ممكن بسهولة ينخدش من أي لقطة مع قلت مروق بالمسلسلات فيديو كين تراندينج هالأسبوع هو لمقابلة ضمن برنامج سبع سمة مع الإعلامية الراغدة شلهوب كشف في الموسيقار المصري هاني مهنة جوانب صادمة عن كواليس علقته وتفاصيل طلاؤه من النجمة سميرة سعيد أنا نتعك على بعض يعني هنا فيه إيه يعني دو واحد إنسانة أنا عايش معها وعايشين في منتهى السعادة وما حصلش نصيف في الخلفة بتقولي أنه عادي السف وليطلق بالمقابلة قال إنه سميرة سعيد هي اللي طلبت منه الزواج وإنه هي كمان يلي طلبت الطلاق وهو ما حتى أبدا على نفسه ولو كيف إمرأة بتاخد هي هيك قرار الرجال هو يلي بيطلق فقام سبقى على التنفيذ وفجأ بورق الطلاق وهي طبعا انصدمت وداخت وفقدت وعياء واجبوا لحامض حسب خبريته هو بالحلقة ما بعرف كيف مفروض نصدق إنه سميرة سعيد انصدمت لها الدرجة إذا هي اللي طال بالطلاق بس مبروك عليك إذا هالخبرية بتحسسك بانتصارك كرجل ومبروك عليك المقابلة يلي بدل ما تحكي فيها عن شغلك وألحانك ما قدمت خلالها غير معزوفة قديمة عن قصة ارتباطك وطلاقك كل سنة مقالب رامز جلال بتعمل ضج كتير كبيرة برمضان بسبب المجازفات يلي بيكونوا ضحية النجوم بس السنة ما رأيض ضحية غير عن كل الضحايا نجم هالحلقة هو الممثل المصري أحمد فتحي يلي تعرض لكمية تنمر على وزنه الزيد مش مقبولة ولا بتقطع رامز جلال ما ترك ولا نكتة سخيفة أو مستهلكة أو مهينة إلا ما أتحف المشاهدين فيها بس المشكلة الأكبر إنه الضيف عنده مشاكل بالقلب وسواء كان الموضوع تمثيل بتمثيل أو حقيقة على الحالتين ما بيقطع لأنه بالأول بيكون عرّت حياة ضيفه للخطر بقلة ضمير موصوفة وبتاني حالة بيكون استخف بعقول المشاهدين بقلة مهنية رهيبة كرميل نتيجة مش حرزينة وما تضمنت إلا نص صيعة من الإزعاج والصريخ المتواصل على الهواء وهلأ صار وقت استقبل ضيفة بما بتقطع الصحافة الزميل ورئيس تحرير موقع قوائل نيوز عادل سامية هاي عادل هاي رانا كيف فيك؟ منيحة أنت بدك تقلك كيف الوضع كيف المشهد اليوم لأنه أنا وعت بأول حلقة إنه معك رح نكون هيك بجولة على المشهد اليوم للدرامي على الشارات على المسلسلات عربيا طبعا ومحليا ومين بنقله بتقطع ومين بنقله ما بتقطع أول شي كيف شايف المشهد العام؟ المشهد العام لبنانيا للأسف إنه إحنا ما عنا اليوم مسلسلات كتير عم تنعرض على تلفزيونيات لبنانية بسبب الأوضاع وبسبب إنه الانتخابات نحنا على البويب فما في إحنا لمسلسلين بس صح بالوقت اللي فيه ظل كمان عم بنعرض عمل عربي إنما عمل عربي يعتبرنا على شاشة عربية فما بتقطع للتلفزيونيات اللبنانية اللي ما بتشجع دراما اللبنانية لأنه للأسف نحنا كنا بفترة رواد دراما اللبنانية اليوم للأسف إنه بطل فيه عندنا انتجات بس هل هي مشكلة إنه الشاشات عادل ما عم بتشجع الانتجات المحلية ولا هي أصلا مشكلة صناعة وإنتاج والأزمة الاقتصادية الأزمة الاقتصادية لأنه اليوم الشاشات بطل ما تدفع حق المسلسلات يعني اليوم المسلسل ما يكلف مليونين وثلاثة مليون دولار تجي تشتريه شاشة لبنانية خاصة لألة ما لح تقدر تطلع الأعلانات اللي لازم تجيبه اللي حتى تقدر تسكر حق المسلسل فبالتالي ما في نحن عنا بقى أعلانات صار كله متوجه أكتر على السياسة الوضع الاقتصادي نسبة المشاهدين يلي قلت كمان لأنه صار بالهم أكتر بالوضع السياسي فكله عم بأثر على كله بما أنك حكيت عن نسبة المشاهدة اليوم أول مرة من 20 سنة يمكن ما في إحصاءات ما في مين الأول ممكن أنه كمان ما في تنافس بس غياب هالموضوع بتحسوا اختلف يعني هذا موضوع ما بيقطع نهائيا رانا لأنه كان يخلق دايما التنافس بين الممثلين حتى نحن كصحفيين كنا ننطر مين بدو يطلع الأول بالنسبة المشاهدة لأننا نعرف أوقات الجمهور بيحب مسلسل ممكن نحن كصحفيين نكون شايفينه ما بيقطع على الهواء بس يكون عم بيجي بريت كتير عالي وصارت بكتير مسلسلات فغياب الأرقام اليوم بطل فيه إذا بدي يعني صارت كل المسلسل بيقدر يقول أنا الأول ما بقى فيه محاسبة فعالية على الأرض ما بقى فينا نعرف المشاهدين إذا عم جد عم بيحبوا هيدا المسلسل ما عم بيحبوه نسبة المشاهدة يمكن صرنا هلأ أكتر عم نتجه على التويتر على الفيسبوك على الإنستان شوف التعليقات نقدر نعرف ما منقدر نعرف لأنه منه معيار يعني بالنهاية اليوم أمك وأمي وجيل شوية الكبير بالعمر ما عنده رانا تويتر أو إنستا وما أنه أكتف على التويتر والإنستا يعني نحنا الجيل الجديد إذا صحت التعبير هو الأكتف على التويتر وأكتف على السوشيل ميديا جيل القديم ما عنده يعني واللي بيتابعوا المسلسلات أكتر هن الجيل القديم نحنا الجيل الجديد منتابعه على اليوتيوب منتابعه على البلاتفورمز من بعد ما ينزل منحضره أونلاين أكثر من التيفي وخصوصا أنه بيكون في كذا مسلسل بنفس الوقت يعني حتى هلأ نحن عم نتابع مثلا المسلسلات المصرية على اليوتيوب ومش على التلفزيونات شو رأيك بما أنه ما في شركة عم تعمل إحصاءات أنا وياك اليوم نشوف مين فعلا عم بيكون ناجح عم بيكون مؤنع كتركيبة ومين لا بنبلش بهيك شوي بالأسواق طمان ضل بالعموميات محليا في مسلسل للموت بجزء الثاني فيه أراء من قسمي فيه ناس عم تقول أنه فيه مبالغة وفيه ناس مبسوطة كتير بأجواء العمل بالأكشن يلي زادت فيه أكشن كتير زادت بالجزء الثاني فيه مشاهد صورة خطيرة جدا أخرجها فيليب أسمر فعلا أكثر من رائع يعني مشهد دانيلا رحمة على الدولابة كل العالم حكيت فيه وإذا كان صعب هذا المشهد نحن نعرف غير ممثلة كان فيها جيب دبلار وما تقبل هي تعمل المشهد لأنه بيوجع وبده طاقة كبيرة وبده طاقة جسدية قوية لتقدر تعمله الممثلين يلي فيه يعني لليان نمري استاذة بدول اللي أخدته الزعيمة الزعيمة طلعت من جلدة طلعت من حالة فرجتنا أخدتنا للإكستريم يعني كنا نشوفها بالكوميدي أدوار التراجدي لايت إذا فينا نقول هون فاتت بيبي دور ما بيشبهها ما أنا متعودين عليه فعلا شابولة لليان نمري تحية كبيرة لليان نمري ما جي بغصة منها بحاجة لشهدة حدا يعني ما جي نجمة حبينا ولا محبينا هي بالنهية نجمة يعني ما فينا نعلق على تمثيلها والحلو بي كمان للموت أنه الأدوار السنائية هي أدوار أسية يعني عم نشوف مثلا رندكادة أحمد الزين كارول عبود كارول عبود فادي أبي سامرة أدوارهم عم بياخدوا مسحات وعم بيكونوا موازي للأبطال وهون كمان شطارة ندين جابل لأنه الكاتب عم بيعطيهم مسحات بالأدوار لأنه إذا الكاتب ما أعطى مساحة بالدور ما بيبين الممثل هلأ يمكن العالم شوية حكية أنه تغير الخطة بقوله بين أول جزء وتاني جزء يعني شوية استغربوا كيف الإنسان المنيح اللي كان جوزة لما أجي بأول جزء فجأة صار رئيس عصابة وقتيل قتلة يعني فيكن حلقة مفقودة بهيدا التحول وإنما ما فينا ننكر أنه اشتغله شغل كتير حلو وهو من المسلسلات اللي عم تجيب نسبة مشاهدة وهذا الشي بيبين من قراء النس على الموقع التواصل كنت مع اللي عملته النجمة نوال الزغبة بأنها كررت مشهد الصفعة على الوجه هلأ نوال أخدتها بطريقة مزح ونوال هيدا شخصيتها شخصية مريحة شخصية بتحب المزح وهي مثلت هيدا الدور هلأ رجعت هي قالت أنه كان في دور لقلب المسلسل وإنما هي خافت يالأ خبرنا أي دور كان لنوال يالي كان دور لمونة أبو حمزة كان لنوال الزغبة وهي طلعت قالت بالمقابلة الأخيرة لها بمصر طلعت قالت أنه الدور كان معروض عليها وإنما هي خافت تقدر الدور ورفضت وهي أساسا كان دايما تقول بالمقابلات قبل أنه هي دايما بتخاف من تجربة تمثيل وبتخاف أنه تخطي هيدا الخطوة كيف لقيت مونة أبو حمزة بأول تجربة تمثيلية ما حبت ما قناعتك ما قناعتني صراحة يمكن الدور كان صغير يمكن ما وصل متل ما لازم يوصل يمكن كان على السريع عم بيتصور كان في شي ناقص بالدور ما حبت علما أنه مونة موهوبة يعني أنا بعرفها من قبل مظبوط عند الموهبة بس يمكن الدور ما خدمها يعني في أوقات الدور كمان ما بيخدم يمكن حجم الدور الصغير ما قدرت تتبين الموهب اللي عندها إياها يعني ما حسيت أنه لامونة يعني كان فيه أي ممثلة تانية تمثيل الدورة أي ممثلة أو أي كومبارسة تمثيل الدورة ولت أينه؟ ولت أينه القصة كتير وقيعية كتير بتشبهنا كتير بتحكي عنا بتحكي عن مشاكلنا بتحكي عن فساد بالسياسة فساد بالسياسة عن السياسيين السرائين والنهيبين يلي عم بيجوعونا عن أدوية السرطان عن لزبالة كتير بيشبهنا كتير شو اللي بيقطع شو اللي ما بيقطع بالمسلسل؟ أكيد 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 ميشيل حوراني شابه استيز عام المشهد هو وعصام الأشقر والده بيخوف استيز فعلا استيز بالمسلسل كيف الإنوار بالره؟ قبل بس ما نحكي يقول عن رولا كمان رولا متقمص الشخصية يعني بالغين يلي عم تلدق فيها بالره يلي عم تلدق فيها الحركات تابعولي يعني كتير متقمصة إذا بدك شخصية نوال بري لهلأ بعد ما بينت الموهب اللي لازم تبين يعني لهلأ بتحس أنه بعدها بعدها بالنص يعني لا منيحة ولا ولا مش منيحة لا بتقطع ولا ما بتقطع بعدها بالنص لنشوف كيف يعني بعدنا بالحلقة تسعة عشرة يعني لنشوف كيف تروح المشاهد بالمبدأ أنت مع دخول يعني الإعلاميات إلى التمثير إذا عندهم موهب أكيد إذا ما عندهم موهب مثل ستيفاني صليبة مثلا لا يعدهم بايت ما حصل أبتعتبر ستيفاني بس أخذت بطولات ستيفاني كل حدا بياخد بطولة بيكون بطل بيكون موهوب في كتير بياخدوا بطولات ومنهم موهوبين يعني ما بتلاقيها موهوب لا أكيد لا 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 ترجع على التقديم لا أنا أنا شخصيا بحب كتير بالتقديم بالتمثيل ولا مرة أنا عدتني ما بتقناك ماريتها الحلانة كمانا من الأشخاص اللي خبرتهم أو تجربتهم بالتمثيل جديد جديد مزبوط حكايتي كان أخرى حكايتي حكايتي حسيت ماريتها شوي علقاني بدور سعاد بعشرين عشرين ما قدرت كتير تطلع منه حتى بطريقة الحكي بالطوناليتي الصوت يعني حسيتها شوي علقت بهذاك الدور يمكن لأنها لقد نجحت دور هذاك دور سعاد دور سعاد راحت على هذا المحل وخصوصا أن كانت عم تلعب دور بنت متشردة بحكايتي يعني شوي كمان بيشبه مكتومة القايد مكتومة القايد مزبوط يعني شوي بيشبه يمكن مش نهات مع أنه ماريتها بيانت بعشرين عشرين عندها موهب كتير قوية يعني رغم أنه دورها ما كان كتير كبير بس قدرت تعمل شي يعني هي وبلبول قدرت يعملوا سن مقلد سن مقلد كان فيه هيدا التناغم بينياتهم كتير قوي بحكايتي ما كان فيه هيدا التناغم بينه وبين محمد أهس يعني بتحسي كان فيه شي ناقص كانت تليباتي بيانتهم مانا الكاريزما بيانتهم مانا كتير زابطة ملقيتها زابطة لأ مع أنه كان فيه إشادات بمحل كان فيه إشادات أنا محمد ما حبيته بالتمثيل بحبه كتير بالتقديم وبلاقيه حداً كتير زكي بالتقديم بالتمثيل ملقيت ملقيت الدور لقاله يمكن كن لازم يشتغل أكتر على الدور كن لازم يحضر له أكتر يعمل ووركشوب أكتر للدور ما فينا ننكر أنه هذا أول دور لأله أكيد يعني بعضه خمين يعني دايماً أول دور بيكون ما أنه مثل ما العالم متوقع بس لأني بعرف محمد بالتقديم كنت متخيله لحيكون أقوى بكتير بالتمثيل الدور ما كتير حسيته زابط على محمد يمكن لو أخذ غير دور كان يطلع أكتر يمكن لازم يعمل له ووركشوب يحضر له أكتر هلا كمان ما بدنا ننسى أنه التصوير أخذ كتير وقت وصار فيه كتير تقطيع وهذا شيء كمان بيصعب الأمر على الممثل أنه بيطلع من الشخصية وبيرجع بفوت بيرجع بيطلع من الشخصية يعني بيستنفذ منه طاقته فيمكن كمان هذا بيأثر يعني بتجربة أولى لمحمد وفي النهاية نطرينه أنه بعد أكتر كمان يثبت حاله بالمجال بنروح للأعمال العربية في مسلسل يوم عامل ضجة فاتن أمال حربي مع نيل الكريم المسلسل الضجة اللي فيه أنه هالأجري بيطرح قضايا المرأة وحقوقها من بعد الطلاق لدرجة أنه يعمل من حقا بتعديل بالقوانين بأعتقد لازم دايما نكون فيه مسلسلات من هذا النوع بتضوي فعليا على مشاكل عامل وجهها ما تكون من الخيال وما أنا كتير بتمسنا نحن ما بتشبه مجتمعنا العربي ونالي كريم هي من أشتر الممثلات المصريات يعني بتروح بالدور للآخر مثل العجيني يعني بتلعب بالدور لعب إذا فينا نقول فنالي كريم بأعتقد مانا ناطرش هيدة حدا يعني اللي هي استاذة شغل عالي شغل عالي مثلا مثلا مثل يوسف الخال بيظل يوسف الخال مع أنه غاب سنتين قبل بس رجع بطريقة كتير قوية بيظل مع أنه للأسف ما عام بينعرض على تلفزيون لبناني وحتى جيسي عبدو عم تلعب كتير حلو بيظل بس كيوسف الخال فعلا أثبت أنه نجم أثبت أنه قد ما يغيب لما يرجع على ساحة الفنية محله ما بيقدر حدا ياخده بدأ المحله لليوسف الخال اليوم في محلات ناقصة غيبة لمين مستفقت برمضان كريم رزق الله كريم رزق الله تعودنا عليها يعني أنه تقريبا على مدة عشر سنين نشوفها لكريم من لما بلشت بقلب داء وهذا النجاح كل سنة كانت عم تكون برمضان السنة في قدنالة وكريم لأنه تعودنا عليها دائما بأدوارها اللي بتمزج بين الكوميدي والتراجدي اللي بلحظة بتبكيك بلحظة بتضحكي فاشتقنالة على الشاشة يعني حسنا أنه كان لازم تكون هي كان في عندها مسلسل وإنما متما هي صرحت له الأسباب انتجية خرج من السباق الرمضاني شلس انتجية يكون موجود لأنه بعتقد كريم إضافة وكمان على الأعمال العربية خلينا نحكي عن ويسام حنة لأنه ويسام كمان عم بيلعب دور هو الوحيد اللبناني اللي موجود بي مسلسل جوءة عزيزة مع نسرين طافش وعدد كبيئ وخلط القيش وهيبانور فويسام هو اللبناني الوحيد الموجود بهذا المسلسل وهيدا دليل إنه اللبناني بيبيع يعني ما بقى يجي حدا إنه اللبناني اليوم ما بيبيع لو ما بيبيع ما بيكانوا بيجيبوا ويسام حنة على مسلسل بيور سوري ما بيجيبوا كانوا نيكولا معوض على مسلسل بيور مصري بيعطوه بطولة فالممثل اللبناني بيبيع وكتير كبيبيع وكتير مطلوب عربيا ويسام بهذا الدور يعني إخي الدور ظابط فرنسا دارس الشخصية من قديم وجديد يعني بتحسي إنه دارس الأبعاد كلها طبعا بقول الشخصية مش بس إنه هلأ يلا فتنا على السيد صورنا لأ دارس أداء التفاصيل بالشخصية فويسام عم بيعمل دعسات كتير سابتة بالتمثيل فشابو كميلا ويسام طيب نسرين طفش عم شوف إنه في قراء مقططة آه من الآخر قال ليها هذا المقططة مقططة ليه؟ يعني أخذت دور على محل فالقر كتير بالوقت المسلسل منه هيك يعني هي دور راقصة بالمسلسل وإنما بين الشيب والكلاسي في شعرة صغيرة فهي قطشت عندها هيدا الشعرة ورايحة شوية للإكستريم بالنسبة لألك ما بتقطع طيب مسلسل رانيا وسكينة روبي ماي عمر روبي ممثل شاطرة وماي عمر ممثل شاطرة المسلسل مع أنه خفيف بس أنا ما حبت ما حبت يعني ما حسيته أنه ما حبت فيه شي ناقص فيه شي بتركيبته بالقصة عبقوله منا كتير لوجيك فيه مواقف مفتعلة لتكون بتضحك فما كتير حبت خبرونا عم بتتابع كمان توبة توبة خلينا نقول شالي مش بس توبة فيه خمس أعمال لشركة الصباح إذا منشوف بمصر وبالدول العربية الأعمال الخمسة هي الأول بالدول العربية وهون عن جد تحية للمنتج صادق الصباح لأنه من أزكى المنتجين بيعرف أي مسلسل لازم ينزل هلأ وأي مسلسل لا أي مسلسل لازم يكون فيه هيدا البطل وأي مسلسل هداك البطل عن جد من أزكى المنتجين بالعالم العربي والحلو أنه دايما بنقم وضيع كتير حساسة يعني كتير بتمسنا نحنا بشراءنا العربي شو اللي حبيته السنة من انتجات الصباح طوبة كتير كتير حلوة عمرو سعد عم بيجسد دور رائع يعني من هديك السنة إذا بديك لمع عمرو سعد والسنة بطوبة رهيب كمان انتجات عربية في دايما عامر دايما عامر مصطفى شعبان مصطفى استيز استيز بعتقد أنه كيف أنه عن نالي كريم هي الأولى بمصر مصطفى شعبان هو الممثل المصري الأول بلا أي منازع يعني هو مسلسل كوميدي ما بيضطر يفتعل الموقف تيدحكك بتعبيره بيدحكك بعيونه بنظراته ممثل خطير جدا مصطفى شعبان شفت المشوار لمحمد رمضان ودينا الشربيني ما قدرت ما قدرت تابع شفت التعليقات شفت أنه العالم حبة محمد رمضان بنهاية دايما بيعمل بيعمل خضة شو ما عمل محمد رمضان دايما في ناس مع نس دايما في وين بتفضله على المسرح ولا بالتمثيل لا بالتمثيل بالتمثيل أكيد هو قوي يعني بالأدوار اللي عاملة وخصوصا الأدوار السعادية لأنه كمان تشبه شخصيته أبدع على المسرح هو مصير للجدل مصير للجدل وان من شوء إذا بديك أكتر من أنه هو فنان هو فنان استعراضي أكتر من أنه مطرب يعني حتى صوته يعني مقبول بس منه مطرب يعني ما بيقى نسينا بالإنتاجات المحلية زمن الضائع على الجديد حرام ضائع آه ملقيته بأتقد هني ملقيه مع أنه يعني ما بعرف شو بتقول مع أنه يعني جو صادر عم بمثل كتير حلو وفي ممثلين عم بيقدوا أدوارهم بطريقة عن جد حلوة بس الإخراج الإضاءة الناص في ممثلين ما بيقطعوا بالمرة في مشاهد مركبة قبل مشاهد يعني بتحسي أنه في شي ما بعرف ما لقيت نتيجة بتقطع لا يمكن أنا بتليفون كنت صورت أحصل تب عادل بنقع أوقات بهذه النقطة أنه بنقسن نقد أحينا على الإنتاجات المحلية ما يكون في عندي لحظة بس لأنه أوقات كمان عم تنشغل ببجت كتير كتير متواضع مقارنة بالإنتاجات العربية بس ما نحنا اليوم لما بدنا نيجي مثلا نحكي عن الإنتاجات اللبنانية إذا بدنا مسلسل نقدر ننافس في الإنتاجات العربية وخصوصا إحنا اليوم بزمن السوشيال ميديا بزمن اليوتيوب يعني مثلا المصري بيقدر يحضر لبنان واللبناني بيقدر يحضر مصري والسوري بيقدر يحضر كافة الإنتاجات يعني والخليجة كيف بنقدر نفوت على الدول العربية بمسلسل مثلا مثل الزمن الضائع بالوقت اللي في عنا مثلا الموت مقبيله أو في عنا والتأينة أو في عنا ظل فيه يكون انتاج ضعيف وأنما الإخراج يكون منيح الإضاءة تمثيل إدارة الممثل يعني زمد ضاقة هو ضاقة يعني تحضرية بتحسك أنه حتى هن الممثلين ضاقعين للأصل إذا بدك تحكم هيك بالنهية اليوم بتلاقي أي نجمة يعني هي فعلا اليوم فينا نقول عنها نجمة رمضان السنة ماجيبو غصن أكيد لبنانيا وعربيا عربيا من اللي كريم رح رح معك هلأ لآخر فقرة يلي هي فقرة أسئلة سريعة فيها بتقطع أو ما بتقطع بعبارة جاهز؟ جاهز شو اللي أكتر شي ما بيقطع بدراما اللبنانية كدراما هل هي النصوص؟ هل هي الإخراج؟ أو هل هي الفرص يلي تعطى لغير الممثلات المحترفات؟ فرص يلي بتعطى لغير الممثلات المحترفات بالوقت يلي في كتير ممثلين وممثلات غرجين معاهد قاعدين ببيوتهم أو عم بيشتغلوا دبلاج وعلى الشاشة في عالم ما خاصة بالتمثيل بس لأنه عندها واسطة وعندها مصاري أو لأنه مصاحب فلان أو عندها علاقات معينة عم نشوفها على الشاشة تأمين الممثل أو الممثلة يلي ما بتقطع إلا ما تقللون برافو السنة في اتنين ممثل وممثلة ممثلة الأكيد 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 لليان نمري أكيد مش بس برافو أكتر من برافو لليان طوال كل الجوائز السنة لليان نمري على الدول اللي عملته سهلا ويسامحنا بالمسلسل السوري الرقابة الفنية على المسلسلات بتقطع ولا بالنسبة لك ما بتقطع ما لازم يكون في رقابة ما بتقطع ممنوع اليوم على ولا أي موضوع بينطرح بأي مسلسل ينشير بالرقابة ممنوع مع أنه عم نشوف هذا الشيء كتير بهذا الموسم خاصة عربيا إيه وصار في جدل كبير على كتير من المسلسلات بس ممنوع بنهيه هيدا فن والفن يبقى يوصل الفكرة بطريقة مباشرة يبقى يوصلها بطريقة غير مباشرة والمواضيع بالنهيه مننا جايبينه يعني ولا مسلسل بيجيب الموضوع اليوم من من يعني بيجيبه من مريخ موجود بمجتمعنا العربي فهو ممنوع يعني ممنوع نحكم عليها وممنوع نقول ممنوع أنه تقطع لا بالعكس بجملة بتقطع ما بتقطع بالبرامج يلي عم تتقدم برمضان شو اللي عم بيقطع بنسبالك شو اللي ما بيقطع برامج يلي عم تتقدم برمضان برنامج فادي شربل على الجديد ما بيقطع بيقطع فتنة بالحيات اسموك فتنة بالحيات وفيت هو بالحيات كمان بطريقة الحوار يعني لازم يشدوا شوي الحوار والإعداد شو اللي لفتك شو اللي بيقطع برنامج منقبه حمزة مع أنه هو من ولا رمضان وأنه ما مكفى برمضان طيب النجمة يلي ما بيقطع غيبة عن رمضان غير كارين رزق الله لأنه اليوم في نادي ناسي بنجام غيبة في سيرين عبد النور غيبة في كتير اسمي تعودنا كنا نشوفها برمضان أنا بحب سيرين عبد النور بحس إنه عندها عندها شالة أولى برمضان يعني بتترك هيك البصمة فإلى سنتين هلأ غيبة عن رمضان إن شاء الله سنتي جي مدغيبة لأنه اشتقني لها برمضان ودايما بتعمل بتعمل بصمة يعني بتعرف تختار الأدوار الصح طيب ش اللي ما بيقطع عادل بالصحافة الفنية وبالنقد اليوم بالنسبة لقلك تزقيف هدا الشي ما بيقطع تزقيف لأنه صار ميما كان بيسمي حاله صحافة صار كل حدا عنده شوية فولوورز على تويتر والعندن حاله ناقة فنة يعني ما بعرف ما بعرف شو المحطيات اللي بتبع عنده ما بعرف شو يشتغل ما بعرف وين بيشتغلوا أساساً يعني في عالم وتبيض التناجر اللي كتير يعني إذا ما مسل غلط ما فينا نقول له برافو ما فينا نقول له برافو برافو بكون هو على فترة أنا يعني حكيت هلأ عن الموت أشد فيه بالوقت يعني أنا على خليف كتير كبير مع إيغل فيلم خبرنا شو سبب الخليف ما أنك أنت حكيت السؤال بتواجهه لجمال سمان بس وحكيت عن الموت وأشد فيه هيدا دليل موضوعية هيدا ما خصه يعني بس بجامل بأوقات بحس إنه إذا بدي انتقد أنا بنتقد بحاول تصير تجريح أكتر فبحاول جم تلطفها شوي بس فيه أشياء ما فينا غير ما نقول عنه ما بتقطع ما بتقطع هالحال قبل سكوب انت مقابلت مع مشاهير رئيس تحرير موقع يعني من قلب قلب الدمان بدك تخصني بخبر بسكوب يلا هلأ ما بعرف إذا اللي أحكي عن هيدا الموضوع ولا لا بس فيديو عم تشتغل عليه نجمة إليسا إليسا مع نجمة مغربة هي قالت فيديو عم تشتغل عليه نجمة إليسا وإن شاء الله نشوفها بالتمثيل بالتمثيل عندك معطيات؟ إن شاء الله نشوفها بالتمثيل هي ونانسي هيك بنكون وصلنا لختم هالمقابلة يعني ما بينشبع منك وبعد عندي أسئلة كتير بس بنكون أعطينا لمحة اليوم على المشهد الرمضاني على أمل أنه نشوف تعافي أكتر للإنتجات اللبنانية والمحلية ولنجومنا اللي بنفتخر فيهم ولكل الأشخاص اللي عم يشتغلوا عن جد بهذه الظروف الصعبة بدقول شعلي نحنا يمكن أوضع مننتقد أعمال أو مننتقد ممثلين لبنانية بس ما فينا ننكر أن نحنا كمنا عم نملقوا بوضع كتير صعب في لبنان فيعطيهم ألف عافية لكل المنتجين ولكل الممثلين الشاطرين والمشاطرين لأنه يقدروا يقدموا أي مادة اليوم بهذا الوضع الاقتصاد والأمن والسياسي والضغط اللي عم نعيشوا فهذه شغلة جبارة من إبالهم تحية منك فأذنوا مني وشكرا لألك عادل متابعينا نحنا ممكن وصلنا لخطام هالحلقة من مبتقطع بتمنى أنكم نكونوا استمتعتوا فيها ما تنسوا تشاركوني بكل أراءكم على هاشتاج مبتقطع على السوشيال ميديا وتعملوا سبسكرايب لاتشانل هنا لبنان على اليوتيوب تتوصلكم كل الحلقات أول بأول أنا بلاقيكم الأسبوع الجاية بحلقة جديدة وضيفة جديدة